بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله هناك آلهة كثيرة عبدت من دون الله تبارك وتعالى ولكن الله أغرقها دعوني أتأمل معكم هذا الإله الذي غرق قبل أكثر من 1500 عام وأخيرا تم انتشال الإله الذي غرق قبل 1500 سنة في البحر وهو تمثال لأحد آلهة المصريين القدماء لقد كانوا يعبدونه ويعتقدون أنه ينجيهم من المهالك وكانوا يعتقدون أنه يأتي لهم بالخير والشر ولكن الله أغرق المدينة بأكملها مع الناس ومع الآلهة سبحان الله قال تبارك وتعالى ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والآن نقول أيها الأحبة هل يوجد إله غير الله تبارك وتعالى يستحق العبادة والشكر وأن نلجأ إليه في الشدائد والمصائب والكرب لينجينا من ظلمات هذا العصر والحمد لله رب العالمين